طلعت بعض القراء بعد المباراة دي بتتكلم عن بعض اللاعبين وبقى فيه انتقاد لازع جدا لبعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجد أفشا فييجي بعدها بيوم الكاف يحط محمد مجد أفشا في الفريق الأمثل للجولة ثم يختار محمد مجد أفشا أفضل فريق في الجولة الثالثة ببنازع يعني فبالتالي هنا لازم احنا يا جماعة نقف وقفة انا هكارن محمد مجد أفشا المقارنة اللي هتضر اي لعب بمحمد أبو تريكا ولا هكارن محمد مجد أفشا على المستوى الحالي والقماشة اللي موجودة حاليا في مصر الطبيعي والبديهي ان انت تتكارن محمد مجد أفشا بالموجودين حاليا في مصر المقولة اللي بتقول ان أفشا خلاص نام على القضية ده كلام مش حيو هنثبته مع الفقرة دي لكن لازم وانا بشوف أفشا بيكتهد وبشوف أفشا بيتطور في شيء معين وبشوف أفشا بيبزل مجهود وبيكون كويس في مباراة ما ينفعش أرجعه وأنتقده فبالتالي يا فارس في نقطة هنا خطيرة جدا اللاعب الغير مكتهد أفشا هيتضر من وجود ان انا بانتقد وانا مكتهد وانا ببزل مجهود وانا احسن لعب في الجولة وبيتم انتقاطي بالشكل ده طب ما خلاص بقى انا ادارة احنا اختلفنا من شوية عايز اقولك ان انا متفق معاك في كل كلمة وكل حرف انت قلت بجاءت قلب تاني اه لان احنا بنتكلم بشكل يا جماعة ملوش علاقة باللاعب بقدر مليه علاقة بالفكرة دعونا لا نكرر فكرة عبدالله السعيد ملهاش علاقة بالفرض عبدالله السعيد موقفنا منه واضح ولكن انا بتكلم في نقطة فنيا في وقت زي مقسامة قال انت كنت بتحط لعبك في مقارنة طول الوقت مع محمد ابو تريكا احد افضل اللاعبين داخل القارة في تاريخ المركز ده طول الوقت بتحط المقارنة دي طول الوقت بتحط المقارنة دي خلاص احنا بنتكلم ان انت بتقارن زي مقسامة قال باللاعبين المتاحين الاعلام عمل معاك ايه ودي رساله بقى للجمهور لما مشى عبدالله السعيد كان طول ما هو في النادي الاهلي الجمهور بيبدأ ينتقد وكان الاعلام بيزكي الانتقادات دي مش اللاعب وراح لفريق تاني بتسمع اي كلمة غير ان عبدالله السعيد احسن لعب في مصر لا اكتر جملة بتتقال ليه لانه هو عمل اللي هو عايزه هو طول ما انت اللاعب معاك اعلام المنافس شغال ضغط عليه بقى اعلام المنافس هو اكتر حد بيزكي دلوقتي عبدالله السعيد كذا 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 مش عايزين نكرر القصة مع افشة ليه افشة هنرد بالارقام هتقول لي الكرة مش ارقام لا الكرة احيانا ارقام ونتائج وكمان اللاعب مقارنته باللاعبين زي ما انت قلت انا ما وصلش اللاعب لانك اكتهت ما اكتهتش في النهاية المحصلة عند الجمهور واحدة لا اللاعب اللي بيدي وبعدين عندنا حاجة بنتناقلها ودي بيشوفها مشكلة بقت فينا الفترة الاخيرة الجمهور حد قال جملة فكرة ان اللاعب عايش على القاضية فنبدأ نتناقل الجملة دي تتحول من مجرد جملة لحقيقة مش عايزين نسمع حاجة غيرها بالزبط وتيجي مباراة يجيد فيها اكتر حاجة بتخوفني يا قساني يرجع بارضو النقد السلبي واثر راجعي وسجاهل فكرة تقلق اللاعب اللي احنا اصلا يعني جايبين له بعض اللقطات من المباراة لو استعرضناه على المستوى الفني وتحرقات افشة واجابية افشة على المرمى واللي كان بيعمله محمد مجدي افشة هتكون مهمة جدا تبقوا برضو واخدين بالكم المحاولات اللي اتعاملت على المرمى كان دور افشة فين وكان فين دي اول صورة افشة وايف تقريبا على نص الملعب لو شفنا الصورة اللي بعدها افشة لعب القرى لبادر بنون اللي هنتكلم عنه بخصوص اننا بنتكلم عن افشة طبعا الصورة اللي بعدها هتلاقي على طول تمريرة طولية لأي من اشرب بتؤكد ان بادر بنون لعب من طراز فريد بشكل غير طبيعي مش اول مرة يعمل الكلام ده ولا اول مباراة مين اللي استلم جواد 18 محمد مجد افشة هجمة في 10 ثواني هو اللي بيبدأ هنا بادر بنون مين اللي هينزل يستلم منه في نص الملعب تمريرة طبعا قاتلة من بادر بنون بيستلمها محمد مجد افشة الصورة اللي بعدها هنلاقي محمد مجد افشة بيعمل وانتموا عجيق الصورة اللي بعدها مجد افشة استلم الكرة اللي بعدها يطلع ديانج شوف برضو مين اللي هستلم الكرة داخل ال 18 هو مجد افشة اللي لمسها وسبتها ولعبها جنب هنا عمر الصلية وشوفوا مجد افشة فين عشان بس تكون الصورة واضحة روحت الكرة لاليو ديانج هيلعبها الافشة افشة نحية اليسار بيمرر لأيمن اشرف شوف بقى القرة دي بعدما ايمن اشرف يرفع شايف الصلية اقرب واحد لل 18 وشايف افشة فين تخالي الاسبرينت اللي افشة خده عشان يكون في القرة دي زايد داخل ال 18 وراء عمر الصلية الصورة اللي بعدها نفس القصة بدر بنون وسحر بدر بنون هيلعب قرة طولية بالمقاس لمحمد هاني افشة اقرب لخط وسط الملعب هتلاقي محمد هاني على ما يدخل على ال 18 الصورة اللي بعدها ويعرض الكرة افشة بيعمل الزيادة العادية مجهود جبار مجهود جبار من افشة هنا بما اننا بنتكلم عن بدر بنون صورة برضو مهمة جدا بدر بنون الصورة اللي بعدها الباص السالس السهل اللي بيخترق الخطوط لأجايه أجايه بيدي تمريرة سحرية لحسين الشحات حسين الشحات رايح على المرمى طبعا كان ممكن يديها الولتر بواليا لكن لعيبها في الزاوية الديقة وبالتالي اللي انت تشوفه من هنا ايه تحرقات افشة ازاي كان هو بيتحكم في رتم المباراة افشة الناس بتقول ان هو كان بيبص في الارض افشة عامل الاسست النهاردة افشة كان واضح جدا انه كمان كان محضر للتمريرة في اوقات كتيرة جدا جدا قبل ما التمريرة توصله ما بيهربش من الكرة ما بيستخباش في المباراة بينزل يستلم وطبعا زي ما شفنا بدر بنون عامل دور عالمي في التمريرات الطولية سواء الارضية او التمريرات الطولية العالية وطبعا بتوصل على البكين الفول بكس لان المسيماني كان فاتح بالفول بكس كان عامل نارو للاتنين الاجناحة كانوا المتضمين للداخل مع والتر بواليا مع مجد افشة ويزيد الاتنين الفول بكس فبالتالي كيبقى عندك اكتر من اختيار للتمرير وبتفك الضغط اللي كان عامله فريق فيتا كلوب حتى لو كان هو بيعمله بشكل يعني فيه عشوائية شوية مش قادر يتجاوب دفاعيا ولكن في النهاية فيه شغل مدير فني بيحصل فيه شغل لعب كان محوري جدا لذلك هو خاد على المباراة دي بيستحق ان هو افضل لعب في الجولة فاحنا عايزين نشوف ده بنوريكم بالصورة وفارس هيوريكم بالارقام عشان ما نكونش احنا سلاح ضد محمد مجد أفشا اللي هو لعب من ضمن اللعابة المهمة جدا فينا لعب هو بقى اللي انت قلتو احنا حنتفق على طريقتين اما التقييم الفني داخل المباراة بلقطات زي مؤسامة عمل او التقييم الرقمي قل لي طريقة تالتة ممكن تحكم بها على أفشا احنا عرضنا الطريقتين المنطقيتين لان انت تقيم لعب لو انت عندك طريقة تالتة قلها لان انا ما عنديش مشكلة ان احنا نختلف في تقييم لعب وما عنديش مشكلة على فكرة وبشوفه شيء ايجابي دايما ان انت تنتظر اكتر من لعب ولكن ما ينفعش لعب في الوقت اللي انت محتاج تديله دفع فيه وتستغل انه هو لعب فايق فمحتاجه في المباراة الجاية فتبدأ تهمده نشوف افشا في المباراة دي عمل ايه وبعد كده هل فعلا من بعد القضية افشا ما عملش حاجة ولا لا في المباراة دي افشا صنع هدف خمس محاولات منهم ثلاثة on target التمريرات القصيرة عمل واحد وخمسين تمريره صح من اربعة وخمسين هتيجي تقولي تمريراته سلبية لا انا مش هجبلك الرقم وكمان موقولكش المدلول ده تمريراته الامامية هي الجزء الاكبر بمعنى كده ان التحولات الهجومية كان افشا اكتر لاعب في المباراة مساهم فيها المراوغات الناجحة حتى عمل تلاتة التلاتة صح واستقلص الكرة ست مرات وفقد الكرة اربع مرات اذا هنا احنا بنتكلم عن لاعب رقميا داخل المباراة ادى ما عليه وفعلا اختيار الكافلي ما كانش فيه اي نوع من انواع المجاملة ولكن هتيجي تقولي من بعد القضية افشا ما ظهرش انت بتتكلم في المباراة دي بشكل فردي طب تعالى الروح افشا لعب في دور المجموعات في افريقيا تلات مباراة عمل ايه سجل في المريخ وصنع في فيتا وقدام سيمبا لعب مجرد حوالي تلاتين دقيقة ما عملش فيهم اي صناعة او مساهمة في اهداف احنا بنتكلم في سيمبا ولكن لو جينا للدوري بنتكلم في عشر متشاط لعبناهم في الدوري منهم اتنين افشا ما كانش موجود في الاسكواد من الكورونا بالزبط يا احمد ولعب تمانية ساهم في التمانية بست اهداف سواء بالصناعة صنع في المقصة وصنع في المحلة وقدام سيراميكا صنع هدف وقدام المقاولين سجل وصنع وقدام بيراميدز ما صنعش وانا مساهمة اهداف بالزبط والجيس صنع هدف هنا انت بتتكلم لاعب بالتأثير ده في كل مباريات الدوري تقريبا فمستحيل اجي اقول ان اللاعب عايش على ظلال القضية هنبدأ نردد ده هو في اللحظة دي مش حقيقة ولكن مع كترة ترداده وكترة التكرار هيتحول فعلا مع الوقت الحقيقة خلينا اقول حاجة باقصوص ان انت بتكمل هنقول حاجة الناس انتقدت افشا عليها هي القرى 88 القرى اللي وصلت لأفشا وطبعا بدأت المقارنات على طول بكرة محمد ابو تريكا في الزمالك في نهاية كاس مصر اللي خد بوش رجله على طول في الداياء وكان الرزق عالي خلينا نوضح بس ان القرى دي الاكس جي بتاعها 34 من 100 يعني من 100 مرة القرى دي تلعب 34 يتم تسجيلها افشا بالتأكيد اتأخر او في انه سندها مرتين ولكن في النهاية هي قرى من ضمن 5 محاولات افشا اجاد في 4 بشكل كبير جدا وكرة واحدة اللي كانت سلبية هنقول مش عايزين نقرن بابو تريكا بس هنذكركم ان افشا اصلا عملها وعمل الاصعب منها في مباراة الاتحاد السكندري في مباراة قبل نهاية كاس مصر الاتحاد السكندري متقدم مع النادي الاهلي 1-0 وافشا تلعبته القرى من خارج 18 من اول لمسة سجل هدف التعادل بعد كده حمدي فتح يقدر يسجل اتنين واحد فحتى في بطولة الكاس وبعد دور الابطال وبعد القضية كان افشا مستمر في صناعة الفارق مع النادي الاهلي سواء بصناعة الاهداف او بتسجيل الاهداف في النهاية في سلبيات اكيد عند افشا بالتأكيد ده شيء يعني خلاص هو نفسه عارفه وهو اكيد بيشتغل عليه لان الواضح المبراءة الاخيرة بقى فعلا بيصرع رتم الكرة وبقى فعلا بيرفع وشه قبل ما يلعب الكرة وبالتالي شفنا صناعة الهدف التاني لمروان محسن فرفقا بمحمد مجد افشا مش بنقول لك يا فكرة ان انت يعني لازم تدعم اه هو المفترض ان انت لازم تدعم لكن بقول لك شوف المنطق احنا جبنا لقطات فنية ازاي هو بيبزي المجهود وازاي بيزيد داخل التمنتاشر وجبنا كمان الارقام وجبنا كمان رأي الكاف اللي هو مختاره احسن لها في الجولة فبالتالي من وجهة نظرنا ان الانتقاد لمجد افشا في هذه المباراة هو انتقاد ممكن يكون على اثر رجعي او زي ما فارس قال خلاص هي بقى اتجاه فكرة ما عملش حاجة بعد القضية